أحلى كريم ممكن تعملي بمواد طبيعية سهلة جدا تفتيح للبشرة نضارة إزالة أي بقع للبشرة إزالة الهالات السودة أحلى روتين ممكن تعملوا العرايس والعرسان قبل فرحه مش بس للعروسة ده للعريس كمان واصبي على الروتين ده قبل الفرح ودعيلي طريقة سهلة جدا مواد طبيعية أحلى كريم ممكن تعملي يلا نشوف السلام عليكم وأهلا بكم في عالم أماني النهاردة هنعمل كريم ممتاز جدا في تفتيح البشرة وبيدي إشراكة للبشرة جميلة جدا وكمان شد التجاعد لو عندك أي كسرات كده أو أي بقع أو أي لون في بشرتك استمر على الكريم اللي هنعمله النهاردة جميل جدا فكريني البرشام ده نقول عليه الأسبرين نقول عليه الريفو هاخد قرسين بس منه وكده يبقى أنت هتعملي أحلى بوتكس للبشرة طبيعي ومش مكلف وإن شاء الله هيكون كريم على قد الإيد بس بجد فعال جدا وممتاز جدا بكده ممكن كمان تستخدميه للهالات يعني دهني منه مفيش أي مشكلة خالص لأنه تحت العين بنعمل وصفات طبيعية كتير وده كريم بيعتبر كله وصفة طبيعية بعد كده هحط معلقة من ماء الورد الشكل ده علشان أدوب فيها البشام وكمان ماء الورد بيدي إشراكة حلوة أو للبشرة ماء الورد يا جماعة بيفتح البشرة تفتيح طبيعي يعني لو قدتيه كده لوحده بس ودهانت بشرتك كل يوم لما تسح الصبح كده بيديك بصراحة نظارة جميلة للبشرة نعومة وتفتيح تحفة جدا دلوقتي أنا بعمل إيه؟ بدوب الأسبرين أو الريفو زي ما قلنا اللي هو البرشام الأخضر ده زي ما احنا شايفينه كان متوفر جدا جدا في الصيدليات ويعني وعايز أقول لكم رخيص جدا من أرخص البرشام يعني الشريط ده اللي في إيدي كان عامل يعني ما يعملش بتقالي خمسة ستة جنيه يعني كنت شارية من دمنا حاجات كتير مش عارفة بالزبط حسبه بكام يعني برضو ممكن أبقى أسأل وأقول لكم يعني هو في الحدود دي مش أكتر من كده رخيص جدا يعني ما يسكرش ويمكن أقل كمان من خمسة ستة جنيه دلوقتي أنا بقى خلاص بيبتدي يدوب مع الماء الورد لازم يدوب كويس جدا طبعا يبقى زي الماء خالص كده زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده ما يبقاش فيه أي خشونة لان طبعا دي حاجة نهد هنا على بشرتي كده خلاص أوه زي ما احنا شايفين كده دوبته لسه مع بقية المكونات هيدوب نيائي وهينعم خالص زي ما احنا شايفين كده بعد كده هبتدي حط المكون اللي بعد كده وهو جل الصبار جل الصبار ده عايز أقول لكم تفتيحي البشرة شد البشرة تغزية للبشرة يعني حاجة طبيعية جدا جدا انا بستخدم من كل حاجة مع علاقة صغيرة يعني تقدري مبدئيا تستخدمي برضو الكمية البسيطة دي اللي انا عاملها النهاردة وبعد كده تبتدي تعمليه هو سهل ومش صعب يعني ممكن تعمليه يوميا ما فيش أي مشكلة منه انا بستخدم الكريم ده لازم اعمله حوالي ثلاث مرات في الأسبوع يعني يوم أو يوم لا بالشكل ده هدوق جل الصبار سهل جدا انك تدوي به مع أي مكونات ودي الميزة اللي فيه الحقيقة يعني تقدري تحطيه في أي كريم يبقى تحفى معاك معايا معلقة من الزبادي بالشكل ده معلقة زبادي ما عنديكش معلقة زبادي ممكن تسترفي بمعلقة من اللبن عادي خالص زبادي او لبن بس لو زبادي افضل طبعا لاني بيديكي قوام للكريم بتاعك انت محتاجة كريم ناعم على البشرة طبعا الزبادي او اللبن يعني تحفى جماعة للبشرة حاجة مغزية للبشرة برضو نضارة وتفتيح يعني لو لاحظتوا ان كل مكوناتنا النهاردة هتخلي بشرتك قشتة كده فلة وبالذات روتين للعرايس كمان يعني العروسة تبتدي بقى تعمل روتينات كده وتعمل حاجات لبشرتها وكده بتديها نظارة واشراكة كده تحفى وجميلة جدا قبل يوم الفرح بعد كده ببتدي بقى احط معلقة من النشا معلقة كبيرة مليانة قوي انا حطيتها على ايه على يعني فترات برضو وعملوا زي يعني بحيث ممكن الوصفة ما تاخدش المعلقة الكبيرة المليانة قوي مرة واحدة ممكن تاخدها حبة حبة زي انا ما عملت كده لغاية ما يبقى كريمي معاكي بالشكل ده تفضلي بقى تقلبي كده عندك طريقتين ممكن تفضلي كده لغاية ما تثبت الكريم معاكي طبعا النشا الصعبة انك تدوي بيها مع المكونات وتديكي قوام كريمي ممكن هتاخدي بقى كل المكونات اللي احنا حطيناها ديت بتحطيها بس ثواني في اي طبق او اي حاجة ممكن تتحطي على النار تمام كده انا بس دوبت في الطبق الازاز الاول كده وبعد كده ابتدي حطيها بقى ايه على النار ثواني ثواني بس لغاية ما تحس انها بقت كريم معاكي زي المنظر اللي هنشوفه دلوقتي ما ينفعش ان هي تبقى مثلا نشفة او خشنة او كده طبعا هنا انا حاسة انها سيلة شوية فحبتدي ازود نشا شوية شوية كده بحيس اني احس ان القوام مضبوط معايا قبل ما احطها على النور زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده طبعا بتخسلي بشرتك كويس بتنشي فيها علشان المسام كده تتفتح بتخسلي مثلا بشرتك بمية كده دافية بسيط قوي دافية بسيط قوي زي دمعة العين كده وبعد كده بتنشي فيها كويس جدا وبعد كده بتحطي الكريم طب نكمل طريقة الروتين لما اوريكي انا دلوقتي حطيتها في طبق ينفع يتحطي على النار تمام كده او زي ما احنا شايفين كده بتحول الكريم لين وناعم جدا معاية شايفين الجمال ده بقى مكونات طحفة والريحة طالعة جميلة او يا جماعة من ماء الورد كمان حاجة جميلة او طب بعد ما غسلت بشرتك بمية دافية وفتحت المسام بتعملي ايه بتدهني بقى الكريم دوت وتحت عيني كده وولا الهلات السودا بتدهنيها برضو وبعد كده بتسيبيه مدة ربع ساعة على بشرتك وتبتدي بقى ان انت تخسليه بمية بقى عادي من الحنفية بحيث ان انت تقفلي المسام اللي فتحناها بتاعت البشرة وتفرجي بقى على النعومة والجمال والاشراكة والتفتيح الطبيعي بتاعت البشرة طبعا مش من اول مرة عشان مكتبش عليك انت بتحس بالفرق من اول مرة في النعومة والتفتيح والنظافة بتاعت البشرة بعد كده بتبتدي زي ما انت شايفة كده بصي شايفة الكريم عاملي ازاي لمعة وطحفة طحفة يا جماعة بجد للبشرة خلي كده بشرتك حمرك كده طبيعي وجميلة جدا جدا بعد كده بتبتدي ان انت ايه طبعا بعد كده تستمر عليه زي ما قلنا تلات مرات في الاسبوع يعني يوم او يوم لأ والله ولو عندي بقيين مثلا شوية من الدهنة بتاعت مبارع ممكن تدينين نهاردة وفيش ايه مشكلة خالص ايه المشكلة؟ يا رب المسكي الكريمي اعجبكم موسيقى